بورسة شيكاغو سجلت ارتفاعات في أسعار القمح وصلت إلى 3.22% بعدما كانت قد انخفضت بالنسبة 3% في مطلع الأسبوع الماضي وأنا باخد أسعار القمح وأسعار البترول على أنها إشارات إلى الموقف التفاوضي بين روسيا وأوكرانيا لو الموقف التفاوضي بيسير بشكل جيد الأسعار بتنخفض سواء أسعار القمح والغذاء أو أسعار النفط والطاقة لو ارتفعت الأسعار لأن الصناع والمنتجين والبرسات بيبقوا عارفين ما يدور في الغرف المغلاقة وأنا بقول إن ارتفاعات أسعار القمح والبترول ده مؤشر على فشل أو تجمد أو عرقلة المفاوضات الجارية بين روسيا وبين أوكرانيا طبعا ده بياخدني إلى الوضع الداخلي في مصر ومع مطلع شهر إبريل الحالي نقدر عده أسبوع أو عشر قيام فيه موسم الحصاد حصاد القمح الغلة يعني زي الفلاحين ما بيقولوا والدولة بتستهدف الحصول على 6 مليون طن من الانتاج المحلي 6 مليون طن ده رقم مهم جدا الدولة عشان تاخده من الفلاحين والمزارعين والمنتجين زودت الأسعار أسعار التوريد وسرعت من سداد قيمة هذه الأقماح خلال 48 ساعة من استلام القمح بدرجة النقاوة اللي حددها وزارة التموين ووزارة التموين زي ما صرح الوزير عملت أكتر من 400 نقطة لاستلام الأقماح وكمان وزارة المالية خصصت دفعة أولى 1 و 1 من 10 مليار جنيه للسلعة التموينية علشان تصل إلى الخطة الموضوعة في استلام الأقماح والأسعار زي ما حددت كلكم عارفين 865 جنيه للأردب أردب يعني 150 كيلو درجة نقاوته 22.5 و 875 للأردب اللي نظفته 23% و 885 للأردب زينة 150 كيلو لنظفته 23.5 تراط يعتقد أنه الأزمة الأوكرانية أثرت على الأسعار فارتفعت الأسعار العالمية ومصر لجت إلى المزارعين والفلاحين المصريين وضعت حزمة من الإغراءات والتسهيلات والتحفيزات للفلاح أنه يورد للحكومة للسرعة التامنية وكمان علشان يكمل زراعة في العام القادم ويكون نفسه مفتوحة بشكل